لابد من رئيس أجنبي مش عايزين نرجع لعصر فات عصر كابتن عصام عبد الفتاح اللي كان بيطلع كابتن محمد عادل وهو جنبه عشان يقول لهم يقول في التليفون الاحتواء مش عايزين نرجع مرة أخرى لعصر الخوف والصوت العالي وعدم الرد على الإهانات والتهمات الحكام لأنه في عاملين باللجنة من أيام كابتن عصام عبد الفتاح ويهمهم أنه هو يرجع مرة تانية وبيحاولوا لكده والغريب أن كابتن إبراهيم نور الدين مش عاجبه أي محلل مش عاجبه أي حد طالع طايح في الجميع وبيسخر من السوشال ميديا وبيسخر من الحكام والخبراء وبالتاريق عليه في المداخل لا كابتن فاروق يعني كابتن فاروق وكابتن توفيق من حق نادي سموحة ومن حق كل نادي عشان محدش بس يودينا في سكة تانية من حق نادي سموحة ومن حق كل الأندية أنها تسمع المحادثات زي ما كان بيحصل في أوقات كلاتنبرج ما كفاية نرجع كفاية نفضل احترس السيارة بترجع إلى الخلف احترس احنا بنقول مرة تانية احترسوا لجنة الحكام ترجع إلى الخلف كفاية مش محادثات ماتش الزي مالك واسموحة بس احنا بنتكلم في كل المباريات عايزين يبقى فيه سيستم متابع يعني كلاتنبرج دخل السيستم ده خلينا نكمل خلينا نسمع خلينا ما هو حصل فيه كاس العالم للأندية معرفش بقى لجنة الحكام متابعة اعتقد ان هي متابعة يعني لجنة الحكام في كاس العالم للأندية عملت ايه؟ اتخذ قرار قبل بداية كاس العالم للأندية وتم تجربته في البطولة ان الحكام يقول سبب الغاءه او احتسابه لركلة الجزاء على الجمهور في وسط الجمهور كله فهو حضراتكم خايفين تسمعونا المحادثات ليه؟ وبعدين معلش انا اسف جدا مصدر بلجنة الحكام صرح هو ايه؟ يعني خايف خايف يقول اسمه مثلا او انا مش فاهم طالما بتقول مصدر طالما حد بيقول مصدر يبقى انت مش متأكد من اللي انت عايز تقوله او حاسس ان فيه حاجة غلط عشان كده بتقول مصدر وبترميها في وسط الناس عشان تشوف رد فعل الموضوع هيبقى عامل ازاي لان انت لو واثق من كلامك هتطلع تتكلم مع الناس فيش حد بيستخبى في حاجة صح عشان كده ده بيؤكد وجهة النظر وهي المطالبة برئيس للجنة الحكام اجنبي لا يعرف الالوان ولا يخاف ولا يخاف الا انه يطبق الحق والعدل على الجميع على النادي الاهلي وعلى غير النادي الاهلي وده سبب تطفيش كلاتنبرج وحضراتكم عارفين اللي تقلف الصحف الاجنبية وخلى شكلنا سيء للغاية ورجعوا تصريحات كلاتنبرج تاني ويا ريت ما نرجعش للخلف لان كل الدول اللي حوالينا اتطورت تطور كبير جدا لانه حرام اللي بيتعامل في كرة القدم المصرية وحضرتك هتفرق معاك ايه المحادسة يعني هتفرق معاك ايه لما تسمع الناس كلها المحادسة سموحها وإزا مالك الاهلي وإزا مالك الاهلي والأي حد بعدين لماذا تم وضع تقنية الفار تم وضع تقنية الفار لمساعدة الحكم في اتخاذ القرارات السليمة ولو بنسبة بيعلي النسبة أنها تصل لمية في المية وبعدين إذا حكم أخطأ ما تعلنوا عن مدة إيقاف كابتن إبراهيم لأنه كابتن إبراهيم نور الدين من الواضح أنه كان عنده إصرار على الخطأ لأن الكابتن مصطفى متحة حكم الفيديو استدعى وقال له تعالى يا كابتن في رجل الجزاء الأسبوحة واضحة وقال له تعالى يا كابتن رجل الجزاء الزمالك غير واضحة ولكن كابتن إبراهيم أصر على خلاص هيا دي رؤيته ماشي رؤيتك يبقى أنت تتحاسب على رؤيتك إذا كانت رؤيتك صحيحة بنسقفلك كلنا إذا كانت رؤيتك خاطئة يجب أن يتم حسابه أنا عمري ما حقول كلمة تعامل خطأ عمري ما حقول هذا الكلام ولكن همشيها تمسك بالخطأ